السلام عليكم ورحمة الله معكم مستر رحمد عبدالواحد من مدرسة نمرة اليبلس النهاردة هنشوف مع بعض فيديو عن كيفية عمل بحث المرحلة الاعدادية بس عايز قدي في الاول كده قبل ما نشوف موضوع البحث بتاعنا وازاي هنمش فيه نصيحة للطلبة اولا يا جماعة خلي دايما اختيارك للبحث اللي انت هتشتغل فيه بيجي بعد ما تقرأ الابحاث المطلوبة منك في النهارة بتاعتك كويس وتبتدي تحدد انه بحث اللي انت تقدر توصل فيه المعلومات وتقدر تبحث فيه عن معلومات وتقدر تكتب فيه وكمان تكون حبه العوامل ديت هتساعدك ان انت تطلع في الاخر شكل البحث كويس جدا العناصر بتاعته ممتلئة مش محتاج تدور على كلمة مش شرق مع كلمة من الغرب لا الكلام مترتب هتلاقي ان انت قادر توصل للمعلومة كاملة فبلاش تختار البحث بطريقة عشوائية لا دايما خلي اولوية للبحث اللي انت تقدر تكتب فيه وجامع فيه المعلومات ملحوظة تانية يا جماعة البحث اللي احنا هنتناقش فيه دلوقتي هو بحث استرشادي يعني ما هواش بحث من الابحاث اللي منزلها الوزارة مجرد نموذج الطالب يقدر يسترشب به ازاي يقدر يعمل البحث بتاعه لان طبعا الموضوع ده بالنسبة لنا موضوع لسه جديد علينا شوية تعالوا برضو في نقطة تانية عايزين اوضح لكم ان انا اعرض لكم بعض الترشحات للمصادر البحث قال لي المواقع اللي انا هدها لكم دي يعني هي مواقع او مصادر مفروض ان هي طبعا موصوق فيها بيكون المعلومات فيها موسقة فتقدر تعتمد على المعلومات اللي انت تقدر ايه تاخدها منها طبعا اول المصادر ديت هو الكتاب المدرسي نمر اثنين study.ekb.eg نمر ثلاثة national geographic kids نمر اربعة كيدل انسايكلوبيديا نمر خمسة بريتانيكا students نمر ستة ويكيبيديا المصادر ديت نمشها مصادر وحيدة طبعا اللي تقدر تجمع منها المعلومات ولكن مصادر تقدر تساعدك وتقدر تعتمد عليها في الحصول لما امتلك لكن لو انت عندك مصادر تانية او مواقع تانية تقدر تخش عليها ما فيش اي مشكلة خلص تعالوا نروح دلوقتي ازاي نتناول البحث بتاعنا البحث بيجي من الوزارة على نفس الهيئة اللي احنا ناخدها النهار ديت بيكتب لي مثلا حاجة اسمها عناصر البحث بيكون كاتب لي مثلا تحتها تتكاتف كل دول عالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضد دراستك اكتب مشروع بحسية تضمن ما يليه مرة واحد الجهاز المناعي للانسان والجهاز التنفسي له هو الخط الدفاعي الاول لمواجهة كورونا بين اساليب تقوية الجهاز المناعي والحفاظ على الجهاز التنفسي نمر اتنين اجراءات وزارة الصحة للسيطرة على انشار فيروس كورونا نمر ثلاثة استخدم مادة الرياضيات للتعبير عن معدلات الاصابة بفيروس كورونا في بعض دول العالم من بينها مصر نمر اربعة صمم اعلان عن ندوة تعقدها المدرسة تحت عنوان اهمية النظافة العامة وعامل الجو في انشار فيروس كورونا باللغة العربية والانجليزية هاللاحظ هنا نقطتين يا شباب في موضوع عناصر البحث النقطة الاولى ان البحث البحث تاعت ممكن يبقى عبارة عن ثلاث عناصر او اربع عناصر لو تلت عناصر هتلاقي في وراء البحث بيكات Ire�� kingdoms كل بوكس خاص بطاعة CUTS خاص بعنصر تاعت اذا نفهم ان كل عناصر بيكتب في say books او اربع عناصر بالتالي يبقى ان نموذج بتاع البحث بتاعي في آي اربع بوكسات يعني كل عنصر بيكتب بايه في بوكس بردو دي الملحوظة ولا? الملحوظة التانية ان كل عنسر مع العسر يكون مكتوبة هتلاحز في ان فيه كلمات مكتبة بالخط التقيل اللي هو يعني وكلمات تانية بالخط الخفيف العادي ايه المعنى علىها بالنسبة للخط الكلمات المكتوبة بالخط التقيل ده الكلمات دي بتبقى كلمات استرشادية يعني ممكن انت تبتلي بالبحث من خلال الكلمات دي يعني مثلا زي ناسها عندها العنصر الاول مكتوب في الجهاز المناعي بالخط التقيل والجهاز التنفسي بالخط التقيل يبقى اذا انا ابتدي ابحث من خلال الكلمتين دو الاول يعني ايه الجهاز المناعي يعني ايه الجهاز التنفسي بس انا لو بحثت على كده على الكلمتين دو لأ بخلصت العنصر بتاعي. قال لي لأ بتاقب برضو المعنى العام والسياق العام للايه للعنصر. يعني لو كاملنا اقرية في العنصر ده هتلاقي ان هو كمان طالب منك بيين اساليب تقوية الجهاز المناعي ازا حافظ على الجهاز المناعي بتاعي وقوي. فانا برضو ابحث اه في المصادر بتاعتي اه هي الطرق اللي انا اقدر بها قوي وحافظ على الجهاز المناعي. اه العنصر التاني هتلاقي برضو في كلمة كورونا دي مكتوبة بالخط التقيل. اه معنى كده ان انا ابتلي البحث بتاعي بالكلمة ديت. احاول اعرف المعنى بتاعها ومعلومات عنها. وما اكتفيش طبعا بكده. وهشوف السياق اللي عام للعنصر. انا اشوف ايه بقى الاجراءات اللي عملتها وزارت صحة عشان تحد من اتشار ايه الفيروس ده. وهكذا طبعا في العنصر التالت وهكذا ايه في العنصر الرابع. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي. اه ننتقل للبحس نفسه. انا لما جي لي البحث او اخترت البحث بتاعي خلاص. وعايز ابتدي اشتغل فيه. ايه اول حاجة بتقابلني? اول حاجة بتقابلني الصفحة الاولى. اه فيها تلات بوكسات زي ما احنا شايفنهم بالشكل كده. البوكس الاول بيكون في عنوان الموضوع. اه وانت بتحاول طبعا تختار عنوان الموضوع بتاعك. في طالبة كتير بتستسهل يعني مسلا يقول لك انا مسلا بحس اللي احنا واخدينه مع بعض دلوقتي. اه خلاص انا فهمت اسمه كورونا او فيروس كورونا. ماشي مفيش مشكلة بس طبعا الافضل ان انت تختار عنوان يكون شيق وجذاب للموضوع بتاعك. الحاجات دي بيكون عليها اه تقييم. فانت عايزين نوصل ايه اه لدرجة تقييم مناسبة. فما تستسهلش العنوان. لا اختار يكون اه عنوان انت فكرت فيه. اه انت شايف ان هو عنوان يقدر يجذب الناس ويقدر ايه يخليهم يقروا البحث بتاعك مسلا. فانا مسلا اخترت العنوان للبحث بتاعي قلت ايه عدو لقرأ اه وبينقصين كده كورونا فيروس يعني كنوع من التوضيح يعني. تمام? فانت بتكتهد بتحاول توصل اه لشكل انت اه راضي عنه. والموضوع مش ما هواش لنموذج اجابة زي ما احنا متعودين في متحاناتنا. لا الموضوع فيه اجتهاد وبحث يعني الموضوع في الاول واخر راجع لك انت. طيب يبقى ده كده عنوان الموضوع. تاني بوكس عندنا هو الرقم التعريفي. الرقم التعريفي هو الكود اللي الطالب جابه. والكود ده ده مفروض انتو جبته من خلال موقع وزارة الترابية وتعليم لما دخلت اه الرقم القوامي بتاعك على الموقع وظهر لك الرقم التعريفي هو بالزبط الكود اللي ظهر لك ده. تمام? فده طبعا كود افتراضي. ويفضل لو انت جنب الكود اه تكتب الاسم ايه بتاع الطالب يعني يكون اسم الطالب. ماشي? اسم الطالب جام به ايه الكود. طب يا نصر لو انا يعني لوحدة في البحث يبقى انت هتكتب اسمك والرقم الكود بتاعك لوحدة. لو انا في مسلا زميلي معايا في المشتركين معايا في البحث خلاص يبقى كل واحد يكتب اسمه وجام به الرقم التعريف بتاعه اللي هو الكود بتاعه طبعا بعدد العناصر العدد المشتركين في البحث ما ما يتعداش الخمس ايه افراد. نروح بقى للبوكس التالت اللي تحت ده وبتكلم على حاجة اسمها ايه المقدمة. ايه بقى موضوع المقدمة ده? المقدمة دي يا جماعة بتتضمن المعنى العام للبحث. ماشي? يعني بتشوف البحث بتاعك مسلا بيتكلم عن ايه عموما? اه زي مسلا احنا بحثنا النهاردة مسلا بيتكلم على فيروس كورونا ده. بيتكلم على الفيروسات. اه ايه ايه مشاكل? ايه الفيروسات ديت اه ايه الحاجة اللي ممكن تسببها لي? ايه اعرضها? اه كلام عام. اه مسلا اتكلم عن عناصر العامة للبحث اخد كل عنصر مسلا اللي عندي واقوله كده ايه بصورة عامة مش بصورة متعمقة او صورة تفصيلية. طب يا مسر مسلا انا عايز اكتب حاجة دلوقتي عن الفيروسات وانا معرفش ايه هو الفيروس ده اساسا خلاص ابتده ايه? ابتده اخش مسلا على المواقع بتاعت التصفح بتاعتي. انا مسلا اخش على جوجل. ابتده اخش معك هو بالتفصيل من الاول. بالشكل كده. تيجي تكتب هنا مسلا انا عارف ان في موقع معين مسلا هو بيكون في معلومات علمية اقدر استفيد منها. وليكن زي موقع مسلا ايه? اه ويكيبيديا. اهو. بالشكل كده بتخش على الموقع. فبتكتب هنا في السرش على الكلمة اللي انت عايز احنا عايزين نعرف ايه هو الفيروس. اه ظهرت لكلمة فيروس بس بالعربي مش مشكلة. بروح جاي دائس عليها. بيطلع لي بقى معلومات ابتده اقرأ فيها وصور لو عايز استعين بيها. اه اقرأ كده المعلومات وابتده ايه? اتعمق فيها وافهمها كويس. واخد المعلومات دي والخصها عندي في صفحة اه برة ولا حاجة. اه بحيس ان هي ايه? تبقى اه لما لما استقر عليها والمعلومات اللي انا فهمتها دي اغلقصتها واستقر عليها ابتده ايه اكتبها في البحث بتاعي. في نقطة هنا مهمة عايزكم ايه تاخدوا بالكم من هاوي. لما تيجي انت وصلت المعلومة وخلاص ارتضيت ان انت عايز تاخد حاجة من من الموقع ده. اه في هنا جزئية فوق اللي هي ايه? اللينك بتاع ايه? اللي انت المصدر انت خدت منه المعلومة. يعني اه انا دخلت على موقع وكي بيديو وكل حاجة. بس يفضل ان انا روح جاي كمان واخد اللينك بتاعي ايه من فوق اتلاقي فوق اهو? اعلم لكا عليه مسلا زي ما انتم شايفين كده. بتعلم عليه وتاخدوا ماشي? اه وتاخدوا تحطوا في اي مسلا عندك ولا حاجة على في في الكمبيوتر عندك او في ولا حاجة تحطوا في اي ماشي? بحيس ان انت لو حبيت ان انت تسترجعوا تاني مرة تانية يبقى ايه اه يبقى موجود عندك وانت بالفعل هتحتاجوا في ايه في اخر البحث. ان احنا مطلوب مننا ان احنا نسترجع ايه المصادر بتاعتنا. يبقى انا باخد اللينك اللي موجود فيه ده اخدوا قبي واحطوا في اي فايل ايه فايل وورد عندي. يعني مسلا لو حبيت افتح لكم برضو فايل وورد اهو. عشان يبقى الموضوع اه بنزوالكو بالتفصيل. بالشكل لا كده. واروح جاي اعمل هنا ايه بيست. واجي مسلا جنبي ولا حاجة اكون انا كاتب اه اسم الموقع اللي انا اخدته منه ايه ويكيبيديا مسلا. واروح جاي كاتب كده عشان حاجة تفكرني انا اخدت اللينك ده من انه ايه من انه موقع. تمام? وسيف بقى الصفحة بتاعتي. تمام? يبقى بالشكل لا انا خلاص انا اخدت المعلومة اللي تخص اه اللي تخص الفيروس اللي انا كنت بادور عليها. ولخصتها اه وابتدي احطها ايه في المقدمة اه ودي المعلومات اللي انا استفدتها من كلمة فيروس ايه هو الفيروس وهكزا. معلومة بسيطة ما بكن مش معلومة متعمقة ولا حاجة. وايه اكتبها ولا خاصة. طيب ايه تاني قلنا ممكن اخد العناصر بتاعتي وايه واصيها بصورة عامة كده. مش بصورة متعمقة ولا تفصيلية. زي مسلا ايه هو اول عنصر كابيكلم عن الجهاز المناعي. خلاص يعتبر الجهاز المناعي الانسان هو خط الدفاع الاساسي الانسان. حيث ان اذا كانت مناعة الانسان قوية تكون نسبة اصابته بمرأة ضعيفة. اما اذا كانت مناعته ضعيفة فيكون احتمالية اصابته بالمراضية كبيرة. اه برضو في تاني عنصر كان بيتكلم عن الفيروس كورونا بالتحديد بقى. اولو مع ظهور مسلا هذا الفيروس الجديد كورونا. اه وملاحظة انه سريع الانتشار تقوم وزارة الصحة ببعض الاجراءات الوقائية لتجنب انتشار هذا الفيروس. اه برضو كان فيه اه حاجة تخص النظافة اكتب له كده مسلا تعتبر النظافة من اهم العوامل الوقائية الانسان حيث انها تحد من انشارة ايه هذا الفيروس. لو اخدت بالك الكلام كله كلام عام وملخص مش كلام تفصيلي. النقطة اللي احنا عايزين نقولها هنا على المقدمة نقطة مهمة قوي انت يعني عدد كلمات اللي موجودة في المقدمة تكون من سبعين الى ثمانين ايه كلمة قدر الامكان. يعني انت مسلا كطالب ممكن تقول سبعين الى ثمانين ده ده كتير جدا انت الكاب سطر المكتوبين قدامك في الفيديو دول لو انت عديد كلمتهم هتلاقيهم حوالي من سبعين الى ثمانين ايه كلمة. يعني الموضوع سهل يا جماعة مش صعب وسهل ان انت ايه تكتبه ان شاء الله. اه تعالوا نشوف دي كده كيب بالنسبة لنا صفحة الاولى كيب تتضمن العنوان. اه وقلنا عناني يبقى شيق. اه وجزاب كده الرقم التعريفي. وقلنا بنكتب الاسم وجنبي الرقم التعريفي. مرة تلاتة ايه المقدمة وقلنا هي بتبقى عبارة اه عن المعنى العام ايه للبحث ومعنى العام للعناصر بتاعتين مش حاجة تفصيلية. دي كده بالنسبة للصفحة الول. تعالوا روح بعد كده للصفحة التانية ودي بتشمل عناصر الموضوع. ايه بقى عناصر الموضوع? البوكس الاولاني ده هو اه ده اول بوكس قابلني. يعني ده هيبقى بالنسبة لنا اللي هنكتب فيه العنصر ايه? العنصر الاول. طب. اه العنصر اول كان بالنسبة لنا كان لو تتذكروا كان بيتكلم على الجهاز المناعي والجهاز التنفسي وكانوا مكتوبين بالايه? اه بالبولد كده بالخط التقيل. اه معنى كده ان الكلمتين دول هم الكلمتين الاولين ان انا هبتدي البحث ايه من خلالهم. طيب اه مسلا انا ما عرفش ايه هو لسه عايز اجمع معلومات لسه عن الجهاز المناعي. خلاص اخش برضو على جوجل من الاول خالص اهو برضو عشان يبقى الموضوع قدامكم. بالتفصيل اخش على جوجل. بتفتح الجوجل عادي خالص. وتكتب مسلا هنا. عايزين مسلا نخش على المكتبة الرقمية بتاعة وزارة تربية وتعليم. لان قول استادي مسلا. ماشي? اه دوت اي كي بي دوت اي جي. اه هيفتح لي صفحة بالشكلة كده. ماشي? هروح على كلمة زاكري الان. بالشكلة. اه مستبقى الموقع تاجمع اللي بيفتح لي اه يعني تخصك كتير قوي. اه اه ماث ساينس اه فيزيكس اه كيميستري بايولوجي انجليش. كل التخصصات اللي موجودة عندك في الدراسة بتاعتك ممكن ايه تكون موجودة. طيب اه انا بنصحك ان انت مسلا عشان تجيب اكبر قدر من معلومات مسلا انت راح جايك يهتب فوق كده كلمة الجهاز المناعي. انا عايز معلومات عن الجهاز المناعي. واشوف بقى بعد كده المعلومات اللي ايه اللي تفيدني. مش لازم تكون معلومة تخص منهاجي بس موضوع في بحس ماشي الموضوع في اجتهاد منك. اه وتعمل سيرش. بالشكلة كده. فطلع لك لينكات بقى خلال جهاز المناعي التطعيم الايدزل اجسام المضادل خلال العصبي. موضوع كتير قوي. ممكن يكون لها علاقة من بعيد او قريب بالايه بالموضوع اللي انت بترحس عنه. فمسلا تعال نخش على اللينك ده كده. اه طلع لي من ان انت ممكن تشوف فيديو ممكن تشوف نص ممكن تعمل مسابقة يعني بعد ما ما تقرأ الكلام ده ممكن تشوف نفسك انت ماذا استعبه منك اديه من خلال مسابقة انت بتخشها او بعض الاسئلة بتطرح عليك. فتعال مسلا نخش على نص وندوس ابدأ. فهتلاقي هنا يا جماعة اه زي ما تشايفين كده اه بيزهر لي معلومات عن اه خلال جهاز المناعي حاجات تخص الجهاز المناعي اللي احنا معلومات اللي احنا كنا مدور عليها. ابتدأ اقرأ المعلومات اشوف مدى استعابي ليها اه بتفهمني بدرجة قد ايه اجي بعد كده اشوف هنا كمان على جنب فيديو فاشغل الفيديو ده واسماعه بيتكلم عن ايه ممكن يلخص الكلام اللي مكتوب. في ميزة هنا بصراحة يا جماعة في الموقع جميلة جدا. ايه هي ان انا اه اقدر احول الاول انا دراست بالانجليش مسلا مش مش بدرس علوم او كده بدرس وماس في مدرس اللغيات. اروح جاي محول من خلال الصي ده وانت انا نفس الصفحة في كلمة انجليش فوق هنا سقدر توسع عليها تحول لك نفس النصر الضبط بس بدلا ما هو بالاعربي بقى بالانجليش. فعشان خاطر يخدم موضوع ايه الناس اللي بتدرس بالعربي او الناس اللي بتدرس ايه بالانجليش نفس المحتوى بالزبط بس باللغتين. وتاخد الفيديو وتسمعه وكزا. خلاص مثلا احنا اه سمعنا الفيديو ولاقينا فعلا انا تضيط اه المعلومات اللي هناك قوي قادر اخدها. جميل جدا. حاجة مهمة جدا هتيجي تلخص طبعا الكلام ده بس في نقطة اه مهمة لازم تاخد بالك منها وقلناها في اللي فات ان انت حضرت بتيجي على بتاعك هنا وتعمل تاخده تعمل تاخده وتاخده وتاخده اللي انت فتحه وتكتب جنبي اسم الموقع اللي انت ايه خدته منه عشان ما تنساش تبع عارف اللينك ده يخص الموقع ده. تمام يبقى انت شغلك كده متنظم ومترتب ايه? اول باول. بترجع بقى خلاص انت خدت المعلومات اللي انت عايزها. بترجع للبحس بتاعك. اه لخصت انت الكلمتين بتوع اللي انت كنت بتدور عليهم. تروح جاي حضرتك ايه? حاطتهم في ملخص بالشكل كده عن الجهاز ايه? المناعي. طيب انا عايز اجي بسلا ايه? اه اخش اشوف برضو عن الجهاز ايه? التنفسي. اه عادي جدا حاولت ادور هنا وهنا على موقع اللي انا عارفها مسلا اه وما عارفتش اوصل لمعلومة من الموقع اللي انا ايه? اه متعود اخش عليها. خلاص مش لازم موقع بعينه. انت ممكن تيجي تروح جاي داخل على جوجل برضو عادي خالص. اهو من الاول عشان خاطر الناس تبقى مستوعبة معي. من الاول خالص خطو خطأ بندوس على جوجل. بيت يجي تخش اه في السيرش عندك. بتكتب ايه اه على بحس في جوجل كده. ممكن راح جايين كتبين مسلا. اه الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي. بالشكل لكده. هيطلع لي بقى مسلا ايه? لينكات اه ابتلي ايه? اخش على اي واحد منهم. تمام? وابتلي ايه مسلا هو الجهاز التنفسي وعملت في جسم الانسان. مسلا اخش هنا واقرأ. وادور ايه المعلومات اللي موجودة هنا. واخدها ازا كنت مناسبة لي اخدها واللخصها عندي. بس منساش حتة تانية مهمة. حتة موضوع ان انا اخد اللينك كابي. برا ازا انا هاخد من الموقع ده ايه? اي معلومة. فهنرجع تاني خلاص انا اخدت مسلا معلومة من الموقع ده او غيره. ابتلي ارجع للبحس بتاعي. خلاص كنت كاتب عناصر الموضوع كربت الجزئية الاولان منه في الجهاز المناعي في العنصر الاولاني. اه الجزئية التانية مسلا ايه هو تعريف جهاز التنفسي وبعض المعلومات عنه. اه برضو بنفس الطريقة كان بقى انا كده اخدت الكلمتين اللي هما البولد التقال اللي انا اقدر ايه? اه ده بدأت البحس من خلهم ما بكتبيش طب ما بكتبيش ما بكتبيش بيهم طبعا. بابتلي اشوف السياق العام والمعنى العام للعنصر. اللي هو مسلا كان بيتكلم على الاساليب الوقاية وحماية الجهاز المناعي وتقوية الجهاز المناعي. برضو عملت سرشي بنفس الاسلوب. وعرفت اوصل لبعض ايه? المعلومات. اسجل اهم حاجة المصدر بتاعها. اللي انا واخد منه المعلومة بتاعتي. وابتلي ايه? اكتب ايه المعلومات اللي انا وصلت له. وبكده يبقى انا ايه? صقط العنصر الاولاني عندي في ايه? في البوكس بتاعي. عايز افكركم بس بنقطة. اه ان عناصر الموضوع صبعا ناسا بتاعنا هنا اربع عناصر فهيبالي اربع بوكسات. يكون العناصر عدد الكلمات اللي في العناصر في الاربع بوكسات دول من سبعمائة لتومنمائة ايه كلمة. قلنا العدد اه ممكن يكون بالنسبة لك كبير ازاي هكتب سبعمائة او كلمة لك زي ما انتم شايفين المعلومات اللي عندك اللي انت بتجيب ها لا تخليك تكتب اكتر بين كده بكتير. بس انت المطلوب منك ان انت تلخص الموضوع من سبعمائة لونتومنمائة ايه كلمة في الاربع عناصر بتوعك. تعالوا نخش دي كده كانت نهاية الصفحة التانية. تعالوا نخش على الصفحة التالتة نشوف فيها ايه? بيكون الصفحة التالتة بيكون اه فيها بدايتها كده في اه مكان لصورتين. هتلاقي مكتوب لك صورة كده. ماشي? ايه الصورتين دول اجيبهم منين يعني يخصوا ايه الصورتين دول? يخصوا صورتين يخصوا العنصر اللي انت كنت لسه بتتكلم عليه. فانا عدت اعمل سيرش على كمسلا العنصر الفابريد ناس بالي بيتكلم على الخلايا. بيتكلم على اه الفايروس بيتكلم على الجهاز التنفسي. فحاول اعمل سيرش على صور. تمام? تخص الموضوع ايه? انت ترتديها من هنا تخص الموضوع ده. الموضوع يا جماعة زي ما انتم شايفين ما فيهوش حاجة الزامية بحاجة معينة موضوع اجتهاد منك انت. يعني ما فيش حاجة بتكبرك انت تختار الصورة دي او ما تختارش الصورة دي. كل حاجة الموضوع وجهات نظر منك انت. انت لو مسلا اجراءات وزارة الصحة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا هنعمل نفس الاسلوب بنفس الطريقة. انت هتخش الاول على الكلمة المعمولة بالتقيل بالبولد. وتحاول تعمل سيرش عنها كانها بداية. وبعد كي ما تنساش تاخد المعنى والسياق العام اللي بتكلم عنه العنصر. لو مسلا ايه هي الاجراءات بتاعت وزارة الصحة عشان تحدة مسلا من انتشار هذا الفيروس. هتلاقي دي كده كانت صفحة ايه? التالتة. في الصفحة الرابعة هتلاقي حاطط لك برضو مكان للصورة. يبقى اكيد زي ما احنا مفروض فهمنا ان الصورة دي تخص العنصر ايه? اللي قبلها. يبقى الصورة ديت اشوف برضو احاول انا اوصل للصورة. تكون لها معنى بالنسبة لي في ايه? في العنصر الفات. انا شايف مسلا الصورة ديت اه بتشير الى ان الموضوع فيه وقاية عشان الكمامة وكده. خلاص ما فيش مشكلة واحد شايف حاجة تانية. ازا الموضوع فيه مرونة عليها جدا يا جماعة. طيب اه نيجي بعد كده على البوكس البعدي يعني العنصر التالت. العنصر التالت ده بيتكلم على استخدام مادة الرياضيات للتعبير عن المصابين في فيروس كورونا. انا عايز اقف عند النقطة دي شوية. لانها بالنسبة لنا مهمة. لان فيه طالبة كتير بتسعال على ازاي? انا ازاي هستخدم او الرياضة عندي في التعبير عن عدد المصابين بالشكلة كده. هي رياضة اي علاقتها بالموضوع ده? قال لي دايما لما بتسئل السؤال ده هدفك يبقى واحد ايه هو? ان انت تحاول تشوف تربط البحس بتاعك لاي حاجة فيها ارقام وبدأ حاجة فيها ارقام يبقى اكيد هتبقى مرتبطة بالايه بالماز بتاعك. يعني الهدف الاخر ان انت تحاول تربط تربط البحس بتاعنا ده بالارقام. والارقام دي اكيد هتعرف تستخدمها ايه في البحس. بمعنى ايه مسلا انا هنا مسلا فكرت انا قلت انا ازاي اربط الفيروسات والحاجات ازاي دي بمادة الرياضة او مادة الماز بتاعتي. اه يبقى انا حاول اجيب اعداد ايشوف مسلا اعداد المصابين واحد يشوف اعداد وفيات واحد اه يشوف اعداد اه الناس اللي اتعافوا من اه من المرض ما فيروس كورونا. ازا الموضوع بتاعك انت انت اللي بتختار وانت اللي بتحدد. فانا جبت معلومات من سايتز زي ما بنفس الاسلوب اللي انا من كل قارة بلد مسلا امريكا ايطاليا مصر الصين برازيل استراليا وكربت الايه الاعداد بتاعتهم وبنفس الطريقة اختفصت بالايه بالمصادر بتاعتي برا عشان لما هاجي احتاجها في اخر البحث. طيب هحاول ازاي ده برضو استخدام ازاي في شكل اه ماف برضو ان انا اعمل له ايه رسم بياني او الجراف بتاعنا اللي احنا ايه بنشتغل عليه بالشكل كده ممكن ارسمه برا وبعد كده اقدر احاوله ايه على الورد يبقى بالجراف بالشكل كده انه كل بلد بتشاور على الايه على الرقم بتاعها. تمام? يبقى احنا كده عارفنا ازاي ممكن استخدم الماف او مادة الرياضيات في ايه في اشراكها في الابحاث بتاعتي. اني انا احاول اربط البحث بتاعي باي حاجة فيها ارقام. تمام? اه واحولها بعد كده الايه لشغل جراف شغل مسلا مسائل شغل حسابات معينة كل طبعا كل بحث ولي ايه ظروف بتاعته. طيب تعالوا كده نشوف العنصر الرابع وهو بيتكلم عن الاعلان عن ندوة. كان طلب مني ان انا اعلن عن ندوة. اه الندوة ديت تخص اه اهمية النظافة العامة وعامل الجو في انتشار فيروس كورونا. وطبعا طلبها مني باللغة العربية واللغة ايه الانجليزية. طبعا انتم مفروض درسين الموضوع ده اه في المرحلة الاعدادية بتاعتكو. ازاي تعمل اعلان وليه سياق معين والدباجة معينة. زي ما انتم شايفينها قدامكم بالشكلة كده. اه سواء بالعربي او سواء ايه بالانجليز. بنيجي بعد كده يا جماعة. اه اه منيطلب بيكون في بوكس بقى بوكس ايه تاني ما خلاص ما احنا كده خلاصنا اربع عناصر صحيح. بس ده بوكس زي ما تقول كده ايه بنكتب فيه النتائج. ايه اللي انت استنتجته من البحث بتاعك? او بمعنى صح تعال نوضح بطريقة تانية ايه المعلومات اللي انت استفدت منها ماشي او تقدر تفيد غيرك بيها من خلال البحث بتاعك ده. الموضوع برضو زي ما انتم شايفين ما فيهوش اجبار على حاجة. الموضوع رجعلك انت انت وجهت نظرك في حاجة معينة كده فبتكتبها. فمسلا انا 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 واحد عملت البحث ده مسلا شايف ان يجب على انسان المحافظة على صحته وتقوية الجهاز المناعي له من خلال طعام الصحي والرياضة والابتعاد عن عدد السيئة مثل التدخين. شايف برضو ان النظافة العامة تساعد على الحد من انتشار الفيروسات. اه شايف مسلا استنتجت حاجة من الرسم البياني اللي عملته ده. ان ان هو معبر عن اعداد المصابين. ان عامل الجو كمان ليه عامل مؤسس في انتشار فيروس كورونا اللي في اوروبا غير اللي في امريكا غير اللي في اسيا غير اللي في افريقيا. الاعداد بتتداف يعني استنتجت من كده ان العامل الجوي بيكون له تأثير في الاعداد المصابين. طيب. اه بنيجي بعد كده في اخر صفحة بقى عندنا اللي هي صفحة ايه المصادر. واللي عشان كده عشان خطر عشان خطر الصفحة دي قلت لك تاخد كل لينك عندك. حطه في برة في تحتفظ بي برة وبع اسم المصدر اللي انت خدت منه ايه المعلومة. يعني ما احسن ان احنا شغالين مع بعض اه دخلت على موقع ويكي بيديا. طب اه اني جزئية في ويكي بيديا اللي خدت منها المعلومة داية رحتها. حطط له اسم ايه اللينك. ما وده عنوان اللينك بتاعي اللي انا اخدت منه المعلومة. اه تالت حاجة دخلت مسلا على موقع تاني اسمه اه بقى انا كنت اواخد منه شوية معلومات. برضو اه اكتاب المدرسي. اه دخلت على الكتاب مسلا سانا اقول عداية دي. ايه يعني مشكلة مش مشكلة خاصة الناس تعاني بكتاب من ربعة بتراقي زي ما انتم شايفين. اخد منه المعلومة بدا ما هتفدني. ماشي? خدت من كتاب واقول له رقم الصفحة كزا. سواء مثلا كتاب الساينس كتاب الدراسات الاجتماعية. اه وحددت له ارقام الصفح. اه زي ما انتم شايفين يا جماعة يعني كده احنا يبقى اه لخصنا ازاي نعمل دحس بالتفصيل اه بكل عنصر من عناصره. اه يساعدني ان انا انفذ يعني اللي احنا بنعمل ده كله عشان يساعدك انت تنفذ البحث بتاعك بسهولة ان شاء الله. اه وان شاء الله بازن الله انا عارف انتم هتقدروا تعملوا بحث زي داي يمكن احسن كمان. اه انتم يعني اه يمكن البحث عندكم افضل ولسه صغيرين في السن. فتقدروا ايه تطلعوا معلومات بالطريقة افضل كمان. اه ان شاء الله يا رب اكون اه عرفتها فتكوا بمعلومة. اه وبازن الله تبقى يعني فترة وتعد على خير ان شاء الله. وسلام عليكم ورحمة الله.